موسيقى واحدة بتقول أنا بنتك عندي 27 سنة ونفسي أعيش حياة البتولية بس المؤهل دبلوم صعب إن ألاقي ديري يقبلني وأهلي قالوا ما ينفعش البنت تقعد في البيت من غير جواز ضغطوا علي ودلوقتي أنا مخطوبة بس أنا قلبي مليان بحب المسيح ومش قادر أقبل أي حد تاني في قلبي غيره وكل يوم ببكي على البتولية ونفسي أكون عروسة للمسيح وشكرا على محبتك كانت بالي أنا مش عارف ده سؤال ولا معلومة بتقول يوجد أديرا بنات في الصعيد معترف بيها وبتقبل دبلومات بس أنا مش عارف يعني حطها في صورة سؤال ولا في صورة معلومة أنا متهيقل يا بنتي لازم يكون لك مرشد روحي وأب باعتراف مختبر تكوني بتحكيله اشتياقاتك دي ويحاول يكلم أهلك ويحاول يشوف أديرا الصعيد ولو أنت أساسا موجودة في بلد من بلاد الصعيد أنت اسألي بنفسك على الأديرا دي أو يروحي لأسقه في المدينة بتاعتك ويحكيله وعايز أقول لك تدبير تاني لو قصة قصة باتولية فأنت ممكن جدا يكون في مجال تاني للتبتل أو للباتولية غير الرهبانة وهي خدمة التكريس أنك تروحي لأسقه في المدينة وتقولي له أن أنا مش قادرة أتجوز ومش قادرة حد يكون شريك ليا في المسيح أنا عايزة نوع من التكريس ألاقي في عمل يشغلني بعض الوقت ووقت آخر أقضيه مع ربنا حبيبي وملك قلبي يبقى احنا بالشكل ده شفنا مجال تاني للباتولية غير الرهبانة لو كانت الرهبانة مقفولة في الوقت ده بس أنا شايف أب اللي اعترافه أسقه في المدينة مهمين أبو